حكاية عمراجل طيب ومرأة كاتمين بالطيب حكاية عمراجل طيب ومرأة كاتمين بالطيب خلف ولد واحد طيب خلف ولد واحد طيب خلف ولد واحد طيب خلف ولد واحد طيب طالع لخاله يا نسوي لابوه الاب اسمه شيخ محمود عمدي بلد ما شهر بالجود ربي العباد رزقوا بمولود ربي العباد رزقوا بمولود ربي العباد رزقوا بمولود ربي العباد رزقوا بمولود صنع جلال ونزه النور موسيقى 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 الموسيقى موسيقى وإعدادية وثانوية الودة خلي ابتدائية وإعدادية وثانوية أربع سنين في الكولية وخد الشهادة وفر وحضور أهلاً دكتور صلاة أهلاً دكتور صلاة أهلاً دكتور صلاة أيها أهلاً دكتور صلاة أربع سنين في الكولية وخد الشهادة وفر وحضور حضرة العمدة نباله في ليلة من زاة الليالي وقال له جلال يا ابني قال له نعم قال له بقى دلوقتي جواب الوظيفة جالك وانت حتصبح الصبحة السلام شغلاً اسمع مني كلمتين اسمع مني وصية وعاوزين نشوف حضرة العمدة وصاه وقال له ايه وعاش الجمال النبي صلى عليه موسيقى 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 بيقوله حوسك وصية يا ولدي والوصية حالة موسيقى حوسك وصية يا ولدي والوصية حالة اذا كنت عايز تعيش مرتاح ويخالي البال موسيقى خليك مع الله موسيقى خليك مع الله يصونك ويحرصك يا جلال موسيقى خليك مع الله اذا سألت تسأل الله واذا استعمت فاستعم بالله واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفة الشحر موسيقى حليك مع الله يصونك ويحرصك يا جلال موسيقى وليم تشيف يا ابني امام عينك مصير زوال موسيقى دا دنيا كذابة يا ابني وكل ساعة فحال موسيقى 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 حوسك وصية يا ولدي والوصية حلال إذا كنت عاوز تعيش من تأوي خال البال خلك مع الله يصونك ويحرصك يا جلال ابعد عن إبليس ده طريقه ضلال في ضلال واللي انت شايفه يا ابني أمام عينك مصير زوال ده دنيا كذبة يا ابني وكل ساعة حال اوعاتي ماشي الحاريم ماشي الحاريم بطال اوعاتي صاحب آليل الدن ولا الأفال وكن مؤدب مع الأغرب ومع أهلك ويخلص في عملك عشان اللؤمة بقى حالك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لها صمعون السلعة لحضرة اليمكن طيب حضرة العمدة وصدنا بهذه الوصيحة ودخل طبعا خد مراته ودخلوا نمو من جهة حضرت العمدة طبعا ومراته أمه جلال نمو لكي أما من جهة جلال الاستاذ المدرس فضل صاحي طول الليل ما جالش منهم عبدا فرحان 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 بجواب الوظيفة اللي جاله يا سادة اللي بتوحد الله فضل صاحي طول الليل وحينما حان الموعد لصلاة الفجر قام جلال ورح الجامع وصلاة الفجر وبعد ما صلاة جيه الصبح بادري ورح لبس الباب لك وتنى وطالع للمدرسة وصل عند المدرسة بيفتح الباب بصي لقى ملقاش ولا اي واحد موظف موجود في المدرسة خلاف العمال والفرحان احد العمال قال له اتفضل احد العمال قال له اتفضل وفتح له حجرة المدرسين جلاله قعد في حجرة المدرسين لوحده يا سادة يا مستمعين قاعد عمال بيفكر له يا ولا جد الوقت السعادة الوحدة وشوية ايه لو الباب بيخبر فجلال بيفتح الباب بصي لقى واحدة دخل عنه ام بصي لك لا شخص شبه الامر بدر الله تبارك اللي خلاصه شبه الامر بدر الله تبارك اللي خلاصه زا عاياه الله اكبر زا عاياه الله اكبر انشى نبيه ولا ملات بصي لها بصي حوبي وشور لقاها حلوة وطعمة وزور بصي لها بصي حوبي وشور موسيقى ام قال لي عقل ويامي الشكر موسيقى ام قال لي عقل ويامي الشكر ويامل قلبو وسعى بلداد بصي لها بصي حوبي وشور لقاها حلوة وطعمة وزور أم قال لي عقله يا مسكين فوق ويقال لي قلبه الصعب لبان سألها أولي انت اسمي إيه قالت سامرة يا سعب تلبي فسألها أولي انت اسمي إيه قالت سامرة يا سعب تلبي فقال يا سامرة أوجايا هنا ليه قال يا سامرة أوجايا هنا ليه قالت زامرة في الشغل معي بصلها باصي بحب وشور لقاها حلوة وطعمة وزور بصلها باصي بحب وشور لقاها حلوة وطعمة وزور أم قال لي عقله يا مسكين فوق أم قال لي عقله يا مسكين فوق ويقال لي قلبه الصعب لبان أم قال لي عقله يا مسكين فوق أم قال لي عقله يا مسكين فوق لكن انت يعني تسأل لي العقل راح وانت سراتي اديني عقل صبر بي اديني عقل صبر بي بقى لي فلو ما ضرش على جواء عشان انا وحدة فقيرة لكن انت من عيلة كبيرة عشان انا وحدة فقيرة لكن انت من عيلة كبيرة حيجوزك وحدة اميرة حيجوزك وحدة اميرة حدا همال وحدا جاء الله لحكوي قال والله ما سيبي بقى هو فقريك حيعيبي ده انت حياتي وانا حبيبي جلال العليل ميدا ويا ويا رجع جلال من المداسة فرحان وعندما دخل البيت بيخبط على الباب وداخل جلال بيقلع البدلة بيغني ويقليه سمعهم الصلاة على حضرة النبي جلال بيغني 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 شاف ابنه من اول يوم بيقول هذا الكلام عمدخل وقال له جلال يا ابني قال له نعم قال له انا نفس اجوزك اليومين دول انت طبعا من جهة التعليم خدت الشهادة النهائية وتعيمت وبيت مدرس فالحمد لله على كده وانا نفس اجوزك اليوم دول ما اخترت لكش واحدة كده كنت بنت حلال اما قال له اخترتلي يابا هو ليسا مكملش الحديث مع ابوه الا ام جلال بخل علي بتقول له ايه يا حضرتي العمد انا عروس تبني بنت اخويا كمصر بنت اخويا فرحات بيه عروس تبني انا عينهاله عندي انا عندي لك يا جلال يبني عروس شربات ومش غرب عني يا ذا بنت اخويا فرحات بنت اخويا فرحات ببشار الحمد ببشار الحمد ببشار الحمد ببشار الحمد بنت اخويا انا عندي لك يا جلال يبني عروس شربات ومش غرب عني لاذا بنت اخويا فرحات ده ملوش عيال غيرها أبداً وحتيوريس ثلاث عمارات والأرض والعزبيتين في مركز العياط وحتبقى منا وعلينا وجدتنا تبقينا وكفايا إنك حتاخد وحدة بنت زاوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قال له ايه رايك في كلام امك يا جلال قال له لا يا بار انا مش هتجوز الله سميرة الغلبانة الفئيرة المتعلمة المسقفة الفئيرة الغلبانة مش هتجوز الله لأن دين كان متدين ياباً وحضرة النبي بيقول في حديث ما معناه تنكح المرأة لأربعة لما لها ولدينها ولحسبها ولجمالها فاغفر بذات الدين تربت ياباً صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبعاً حضرة العمدة لما لقى حضرة العمدة لما لقى يا جلال ابنه مش هتجوز طبعاً كوسر بانتخاله فراحات به صاحب العمارات وصاحب العذب فقال لي طبعاً على العموم يا جلال يا ابني أنا لازم حجوزك اللي انت بتحبها وطبعاً كان جلال مناهج الطريق بينه وبينها طلح حصل خطبوا سميرة وشبكوها شتبوا اكتبها وحنوها يا زرغة كلمات الغرماني عملوا فراحة وزفوها ودوها عند حبيبها جلال خطبوا سميرة وشبكوها شتبوا اكتبها وحنوها عملوا فراحة وزفوها عملوا فرحة وزفوها ودوها عند حبيبها جمال وبعد مدة حوالي سنتين بدأت حاماتها تضر أميل وبعد مدة حوالي سنتين بدأت حاماتها تضر أميل تود بوزها شمال ويميل ودخل يا ولدي ملكش يا عيال ويومات تعمل يا حركة من غير سبب تخلق عركة ويومات تعمل يا حركة من غير سبب تخلق عركة ويقول تامرة ما فهاش بركة من يومات تعمل يا حركة ويومات تعمل يا حركة من غير سبب تخلق عركة ويومات تعمل يا حركة من غير سبب تخلق عركة ويقول تامرة ما فهاش بركة من يوم ماذا فنبغتنا ملوح بصف لحمتها ونتهي بيقول لها هو انت عايزاتي شرك الله في أحكامه ده مش بإيدي ده أمر الله ونظامه روحي جوزي وحدة تنياتي حق أحلامه وندر علي ده لو جابت خلف منه لأعيش معاه وكل خدام حد أمه واللي في علم الكريم حيتمه في آوانه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وينس هدها مليك كيل وينس هدها مليك كيل وينس هدها مليك كيل لو حتى أهبل بيريل او حتى يطلعوا بخسران وبحكمة الله ونظامه ملنشنا عرضه بحكامه وبحكمة الله ونظامه ملنشنا عرضه بحكامه وان كنت زعلنا علشانه روح يجوزي بنتي في الخلطة الوحي امي كم دولار قال افتها بتقول ايه يا فقيرة يا متعلمة بتقول ايه يا فقيرة يا متعلمة انت تقيها في قدامك طب والله العظيم يازم له مجوز ابني كوصر بنت اخيه فرحات بي وراح جايب ابنه الاستاذ جلال جايب ابنها الاستاذ جلال وعملاله قعدة يا جماعة يلي بتوحد الله وطبعا جلال مطلعش طبعا من كلام الرجالة وحكم عليه بانه لازم اتجوز كوصر بنت خاله فرحات بي وتم الفرح يا سادة مستمعيه هو اجوز كوصر ليه على ثاني الخلف يا سادة يلي بتوحد الله مرت ايام وتلتها شهور يا سادة يا كرام وسميرة من الزعل اصبحت مريضة ومنازمة خراش الغيرة الغيرة ملأت قلبها وبسط لقيت تنسيها طبعا عايشة مع جوزها ولكن جوزها خانها وجاب لها ضرها وخصوصا ان اللي اتجوزها وجوزها مهما كانت تمن قريبته فهي غريبة انتم معايا ولا ايه وكلنا مع الله الاستاذ جلال جاب لها الدكتور علشان يكشف عليها حضرت الدكتور بصي له كده وقال له الف مبروك الست حامل في شهارين سميرة ربنا اكرمها وتحققت لها احلمها سميرة ربنا اكرمها وتحققت لها احلمها تعبت وفرعت ايامها تعبت وفرعت ايامها تسع شهر وجبت مولود جلال اوام رحفا رحبوك ودخلوا عالمولود ويبسوك جلال اوام رحفا رحبوك ودخلوا عالمولود ويبسوك ست الولد قالت سموك على اسم سيدو الشيخ محمود يرجع كلامنا على كوسر ليلتها مرح تشيل بندر يرجع كلامنا على كوسر ليلتها مرح تشيل بندر سهرانا ودمها متعكر بتقول اجل ايامهم سود العمده دا لازم اجلنه وجلال دا مش حسأل عنه العمده دا لازم اجلنه وجلال دا مش حسأل عنه انا حسرق المولود منه وبقره لازم يكله الدود العمده دا لازم اجلنه وجلال دا مش حسأل عنه انا حسرق المولود منه وبقره لازم يكله الدود وح شت الولد قالت سموك على اسم سيدو الشيخ محمود سموه محمود وسميرة ربنا اكرمها يا جماعة اللي بتوحد الله ولكن طبعا توسر الغيرة ملأة قلبها فعقب تلية في دماغها نازم تحرم جلال وتحرم السميرة من الطفل المولود محمود يا سادة يا مستمعين وزادي حتحرمهم من ضماغهم ازادي وراحت على واحد مشهور بيقولنا رجل جبار ورجل اكتاب واسمه شوقنا وقالت اسمها انت تجيني ساعة صلاة المغرب ساعة ادام المغرب واحنا طبعا في شهر رمضان المعظم وكل الناس بتتناول وجبة الافطار وما فيش حد يماشي في الشارع أبدا تجيني ساعة ادام المغرب والناس بتفطر تجيني وتأس تحت شبات وحد ديك المولود تجيني وتأس تحت شبات وحد ديك المولود سمعوني الصلاة على حضرة الجبل شو ايجي على نفس المعاذ يا سادة يا مستمعي وإفتحت الشبات طبعا جلال وحضرة العمدة وأم جلال حضرة 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 والجميع بيتناولوا وجبة الافطار وساعة ادام المغرب توصر دخلت على السرير وجبة المولود ونولته لي شوء يا سادة يا مستمعي شوء خذ المولود ودور به الجري في الشارع سميرة بعد ما فتر قامت علشان تدور على ضناها علشان ترضعها دخلت القوضة تدور عليه ما لقيتوش موجود في القوضة دخلت القوضة التانية تدور عليه برضو ما لقيتوش موجود في القوضة حصل ايه موسيقى موسيقى طلعت يجري على حمتها موسيقى موسيقى طلعت يجري على حمتها موسيقى سألتها هي ضرتها وسعتها مسكتها الرعشة خرجت ويهربت على برا موسيقى طلعت يجري على حمتها موسيقى سألتها هي وضرتها موسيقى وسعتها مسكتها الرعشة وسعتها مسكتها الرعشة خرجت ويجريت على برا حفيا ورأسي وعريانا بتقول يا ناس زالها البانا حفيا ورأسي وعريانا بتقول يا ناس زالها البانا الله يجازي لي أزانا من غير سبب من غير سبب من غير سبب كذا بالمراء أرح لي من بس يا ربي أشكي الزمال اللي غضر بي أرح لي من بس يا ربي أشكي الزمال اللي غضر بي يا طرمتك يا حبيب قلبي والعيشة من والعيشة من والعيشة من بعضك المراء أشكي الزمال اللي غضر بي أشكي الزمال اللي غضر بي اللي غضر بي أرح لي منبس يا ربي أشكي الزمال اللي غضر بي أرح لي منبس يا ربي أشكي الزمال اللي غضر بي يا طرم تفين يا حبيب قلبي والعيش من بعدك مره اروح لي بس يا ربي صرخت وين دهب بأعلى سطا يا محمور من اللي خطفك ويحرمك مني يا محمور بقى هو قلبو حجر صوا من الجلمور ده جريمة بشعة ما يعمل هش ولا الكافر لو حتى كافر ما كان شيه عليه محمور سمعون الصلاة على حضرة النبت حضرة العمدة مشي وراها في الشارع وقال لها سميرة انت انسان متعظمة ولازم تكون عقلة وقال لها تعال حتمشي في الشارع مشي حفيا الادم بهذا المنظر تعالوا في حكومة ونلازم حفلنا ودخل على التلفون وفضل يضرب التلفون بيشدها من افها قل لها تعال يا سميرة اهلا يا سميرسي منور ابي اهلا وسهلا حضرة العمدة بيشدها من افها امت سميرة بصت لحضرة العمدة جميع الان Savannah سيبني واحدي سيبني واحدي ماشي واحدةايها وحدة سيبني واحدة سيبني واحدة ماشي واحدةartmentيها وحد وزمان ياخد ويدي والليالي تفوت تعدي في زماني في المكاني في الحبيبي القلبي والأبي فينك انتا يا وعدي هي وحاجات ملحنة حاضر سيبني وحدي سيبني وحدي مشى وحدي تايها وحدي سيبني وحدي سيبني وحدي ماشى وحدي تايها وحدي والزمان ياخد ويدي والليالي تفوت سعدي في الزماني في المكاني في الزماني في المكاني في الحبيبي القلبي ولدي تمكن فاه يا وريد سمعون الصلاة على حضرة النبي ضبط عساكر ومباح والكل عمال بباح وبكل حي تلاقي حارس قجل البيئي كالمهبول ورح تعبه مع الفاضي ولا فيش خبر عنه براضي وفي النهاية للقاضي بقضية ضد وحب مجهول ورح تعبه مع الفاضي ورح تعبه مع الفاضي ولا فيش خبر عنه براضي ورح تعبه مع الفاضي ولا فيش خبر عنه براضي وفي النهاية للقاضي وفي النهاية للقاضي وفي النهاية للقاضي وفي النهاية للقاضي بعضية ضد وحب مجهول وحب سمعون الصلاة على حضرة النبي سمعو 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 اهلا ياه صحنا صحنا كارا السباح نورد حمام موسيقى يا إباعة حضرة العمدة طبعا بلغ المسؤولين عن هذا الحادث يا سادة يا مستمعين وفي النهاية قيدت الأضياء ضد ما جواه لعدم معرفة الجاني يا سادة اللي بيتوحيد الله هنتم طبعا حضرة العمدة وام جلال وطبعا سميرة وتوصف هنتركهم في بيت العيلة يا سادة يا مستمعين ويرجع مرجوعنا لشوقي لما خذ الطفل محمود حصله هنشوف مع بعض سوى حصله وعاش الجمال النبي صلي عليه شوقي لما خذ الطفل محمود دخل البيت وإن أغل المراته يا إنعام قالت نعم قال لها خذ المولود دي إنعام بتخذ المولود من شوقي وقال بسم الله الرحمن الرحيم ده ابن مين يا شوقي قال لها سكتك خذ المولود وهتل الفاس هتعمله يا شوقي قال لها هتلها ودخل هو جاب الفاس من جوه وفاحت بير فقوبة مهجورة البير طوله مترين وعرضه مترين وعمقه مترين هتعمل اه يا شوقي قال لها انا هاتله قال لها ده ابن مين ده يا شوقي قال لها انا منتش عارفها يا ابن مين ابن جلال قال لها ابن جلال ابن حضرة العمدة بقى منتش خايف لحضرة العمدة يوديكه مصيبة قال لها بقول لك اسكتك اجتمي نفسه اجتمي نفسه وادخل الأوضع بقول لك اجتمي نفسه لتضحينا انعام انعام كان ربنا رزاها بمولود ومات بعض مرور اسبوعين يا سادة يا مستمعين وبحركة لا شعورية انعام مدت ادها على تديها ووضعته في ثم الطفل محمود حنشوف حصلين وعاش الجمال النبي صلي عليه عمر الإله في علان زل رزق طفان وسعتها رضع الولد وسكت وينام في آمان شوقي ومراته على هذا الصراع اللي بيعبر عن الخير والشر يا سادة ياللي بتوحد الله إلا والباب بيخبر شاعة الباب ما خبط انعام مرات شوقي رح يتوحد المولد ودخله اوضع وراح يتقفل الباب عليها شوقي بيفتح الباب لقى طبعا صاحبتنا طبعا كوسر لابسة طبعا وشاية الشنطة في ايدها ودخلها شاعة ما شافت شوقي ام شوقي بصيلة كده اقول لها ايدك على المتين جنيه الولد مات وشبع موت قالت له لا انا قلتلك انت هتاخد متين جنيه مؤدم واما المتين جنيه التانين ما انتش هتشوف منهم ولا ساغ إلا اذا شفت الود بعاني ميت قدامك قال لها يعني ما انتش مسدقالي فبتعالي واناوريه لك واخدوا على البير اللي هو فحت وروح رميها وشدد الشنطة منها ورحمها هي القراب عليها انعام شافت المنظر قالت يا بيتي ذا الموت حيحصليك خادت المولود وراحت مدورة الجري على برا موسيقى 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 انا جات لي فكرة جميلة وزوء احسن طريق انا جيب صنبوء خشب ماتن ولا هش مفلوء خشب ماتن ولا هش مفلوء واقفل عليه وارميه في النيل قلعتي انا استجري عشوب تجو استجري وتقعتي يوم تجري وتقول الهي مهي فعلنا حضاش من غيره مارجعش مهما حسر وانشي علش الحبيبي لاي مشي على شط النيل يا سادة مستمعين طويه مشي شافت منظر طيب خطرها يا سادة اللي بتوحد الله شافت ان الارب يقترب من الشاطئ شيئا فشيئا لغاية مارسي على مصلق راحت انعام ونزلت على شط النيل لأت واحد من الواحد رجل من الناس الطيبين بيقدي فرض ربه في الصباح البدري وساعة ما شاف القارب بيقترب شيئا فشيئا حال يا بشرى هذا غلاب الرجل ده راجل من الناس الطيبين يا سادة يا مستمعين واسمه الشيخ حسن الزياد الرجل ده خد المولود لقى متعلق في رئابته حجاب ومكتوب عليه محمول الشيخ حسن الزياد خد المولود ووصل لغاية الدار وخبط على الباب ونادى لبنته يا صباح اتفضل اخذ المولود ده ربنا رزقنا به اليوم صباح صباح يا سادة اللي بتوحد الله خدت المولود وبصت فيه لا تعمل بيعيلا وططع لباسي تولي اليت يعين امت على لي يا ذريب يا محروم من امت وططع لباسي تولي اليت يعين امت على لي يا غريب يا محروم من امت فعنا يا ربيك وعوض لك وططع لباسي تولي اليت يعين امت وططع لباسي تولي يا غريب يا محروم من امك فعنا يا ربيك وعوض لك حنان امت واخوي يا ابا ابوك وأخويا يبقى أبوك خلاص بقيت ابننا وإحنا اللي حمرت بوك وأخويا يبقى أبوك وأنا بابا لما طبعا الشيح حسن الزياد دخلوا وعطى المولود لأبته يا سادة يا مستمعين وطبعا إنعام وقفوا قدام الباب يا طارة خش وأخيرا خبطت على الباب ثلاث خبطات بإوتها فتحوا الها دخلت لأو على الخد دمعتها خبطت على الباب ثلاث خبطات بإوتها فتحوا الها دخلت لأو على الخد دمعتها قالت فائرة يا بابا طمعانة طمعانة في كرمكم تخدم عيالكم وتخدمكم بلؤمتها شيحة زاية فتح لها الباب ومن طبق يا سادة يا مستمعين حكى لها كل الحكاية من البداية للنهاية وقال لها طبعا بأننا لقيت القفل محمودة في النيل وعلى العموم أديحنا محتجل مرضعة والحمد لله يا ربنا أعنا فيك فطبعا يا سادة يا مستمعين إنعام طبعا هي المرضعة محمودة من ربيها قبل كده حاشت معاهم في خير وسلام وربطوا يا سادة ياللي بتوحد الله وبعد مرور حوالي سنة أو سنتين ماتت صباح أخت الشيخ حسن الزياك فحب الشيخ حسن الزياك يعيش مع إنعام على سنة الله ورسوله فرح جايب المازون ورح كاتب كتابه علينا عاشوا في خير وسلام حوالي عشرين عام حسن الزياك حسن الزياك حسن الزياك وفي حض منهم محمود وربه وبعده تطور ناجح عظيمة شهور اسمع وشوف الضور اسمع وشوف الضور واللي جرى المحمود عاشوا في خير وسلام حوالي عشرين عام عاشوا في خير وسلام حوالي عشرين عام حسن وزبتاً عام وفي حضنهم محمود ربه وبعده دور ناجح عظيمة شهور ناجح عظيمة شهور ربه وبعده دور ناجح عظيمة شهور اسمع وشوف الضور واللي جرى المحمود عاشوا في خير وسلام واتربى الطفل محمود يا سادة يا مستمعين في رعاية انعام وفي رعاية الشيخ حسن الزياد ربوه بقى دكتور ناجح عظيم مشهور اسمع وشوف الدور واللي يجرى المحمود الشيخ حسن الزياد دخل عليه في يوم من ده ثلاثة ايام بعد ما خد طبعا بكر اليخ طب فدخل على محمود وقال له ايه رأيك يا محمود احنا عاوزين نجاوزك اليوم من دل قال له عليك مور يا احسن بابا في الدل يا قال له طيب ما شفت لكش عروسة كده يا يا محمود قال له انا فيه واحدة كده لد علي لو شفتها يا باحة اختي ما فيش كلا قال له يعني شكلها ايه كده يا يا محمود قال له شبهي تمام ويدي من بحي لو شفتها حتقول اختي واخد شهادة زي شهدتي وصغير عني بسلتي شبهي تمام ويدي من بحي لو شفتها حتقول اختي واخد شهادة زي شهدتي وصغير عني بسلتي وابوها اسدلو سمع دكتور بدرس في الجامع وابوها اسدلو سمع دكتور بدرس في الجامع خطبتها بكرة يوم الجمع خطبتها بكرة يوم الجمع والشبكة بكرة الساعة وفي ثاني يوم يا ساعة يا مستمعين ركبوا طبعا للعربيات ودعوا الناس دعوا المداعي وتنهم ما شين حصل يفضل وانعام طبعا رحت وياهم وبصوا لعوا العربيات رحت وقفوا قدام بيت حضرة العمدة انعام بتدس يمين وتدس شمال لقت العربيات وقفت قدام بيت حضرة العمدة يا ساعة يا اللي بتوحد الله امد انعام على الله والمعزين موجودة وحضرة المعزين موجودة فضلت تسأل على العروسة لأت اسمها صفاء جلال محمود الله اذا الولد حيتجوزه يا سادة يا مستمعين طبعا العروسة صفاء جلال محمود والعريس محمود جلال محمود طيبوا اللي عارف السر مين يا سادة اللي بتوحدوا معه اللي عارف السر انعام انتوا معايا ولا ايه انعام ساعتنا لقت الموضوع كده قدت الشيخ حسن ازايات وقالت له يا شيخ حسن يا شيخ حسن ما عايز اقوله لك بسان خيف لا تزعل لما اقوله لك انعام قالت له على الحكاية من البداية للنهاية يا جماعة اللي بتوحد الله طيب ما قالت لهش له من زمان خصوصا وهي عايش معاه وهي اللي مربيه وهي اللي مردعاه ما قالت لهش من زمان لانها طبعا المجرمين الحقيقيين ماتوا يا سادة يا مستمعين فخافت علشان طبعا تقوله لا توعى هي في المشكلة فقالت له في النهاية يا جماعة اللي بتوحد الله طبعا بأسلوبه الشيخ حسن الزياد بأسلوبه عرفهم الحقيقة يا جماعة اللي بتوحد الله الام خدت محمود بالاحضان وقالت يا مجمعي الشام لي يا ربي يا راضي دي الله فاف رجعت لي يا ضنايا بعد كل شفاء محمود يا سادة يا اللي بتوحد الله قال للشيخ حسن الزياد انا مش عاوز اكتفارئه ابدا قال له على العموم يا محمود يا ابني انا لازم برضو حخلي العلاقة زي ما هي بل احسن شوية انا ليا بنت اخوية في امريكا بتكمل دراستها وانا عشايا اجيبها ولازم حكب كتابك عليها بعتوا الهاجات من امريكا ويجابوا فرعة ماذيكا بعتوا الهاجات من امريكا ويجابوا فرعة ماذيكا ويكم فرحهم قام فيكا خمس ليالي النور من قاد محمود ماشي في البيت ديوب مش قلت لك يا قلبي مش قلت لك يا عيني حيجي اليوم يا قلبي ويشوف اليوم يا عيني مش قلت لك مش قلت لك مش قلت لك يا عيني حيجي اليوم يا قلبي ويشوف اليوم يا عيني مش قلت لك مش قلت لك مش قلت لك مش قلت لك